ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أنستاسيادس وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والشكر للرئيس القبرصي المنتهية ولايته على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق من جانبه أعرب أنستاسيادس عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين البلدين على مدار السنوات الماضية ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تأزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستو ديليدس تتواصل أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين لاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد بحضور رؤساء البرلمانات العربية ويأتي المؤتمر المنعقد في بغداد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي في مجال الطاقة أيضا كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بغداد تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر وعبر شيع السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي مجددا توجه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البناءة وطويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة قال الرئيس الأوكراني فلوريمير زيلانسكي إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قوية وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا مضيفا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص إلى الصناعة النووية الروسية وأكد زيلانسكي أن كييف ستواصل العمل على عقوبات ضد الكيانات الروسية وكل من يساعدها أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحدات الصواريخ والمدفاية الأوكرانية قصفت مجموعاتين من الجنود الروس ونظام حرب إلكترونية وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أربع غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية الروسية وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة ومحطة رادار روسية رفضت وزارة الخارجية الروسية وساطة سويسرا في حل الأزمة الأوكرانية معتبرة أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا في الأزمة وذلك بانضمامها إلى العقوبات غير القون القانونية ضد روسيا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن سويسرا لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية وكان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس قد أعلن مؤخرا عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية أعلن السكرتير مجلس الأمن البلاروسي أليكساندر فولفوفيتش إن بلاده ستتمكن من تعبئة واحد وخمسة من عشر مليون مواطن ضمن قوات شعبية تدعم الجيش بمهام الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية وذلك في حال إعلان الطوائع في البلاد وقال فولفوفيتش إن قانون القوات الشعبية المقرر تبنيه في بلاروسيا في المستقبل القريب سيطفي الشرعية على الإمكانيات والرغبة الطوعية للمواطنين للدفاع عن البلاد ووصف هذا القانون بأنه جاء في الوقت المناسب بناء على الوضع العسكري السياسي المعقد والتحديات والمخاطر الناشئة المحيطة ببلاروسيا أكدت إدارة النقل في كاليفورنيا انقطاع الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوسانجلس مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار وأكدت إدارة النقل في كاليفورنيا أن الطريق السريع المؤدي إلى الشمال خارج المدينة ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى في الطريق السريع في لوسانجلس ومحيطها بسبب الفيضانات ورياضيا واصل فريق ليفوربول نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتعادل مع مضيفه كريستل بالس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد ليفوربول إلى 36 نقطة في المركز السابع كما رفع كريستل بالس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر انتهى موجز الثامنة وعودة لاستقمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل